بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى نستعد لنستمد قالوا عن رجب شهر الزرع وقالوا عن شعبان شهر سقي الزرع وقالوا ورمضان شهر حصاد الزرع وبعضهم قال رجب شهر الله لأنه من الأشهر الحرم وشعبان شهر سيدنا رسول الله والذي نزلت فيه الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم ورمضان شهر أمة الحبيب صلى الله على حضراته شهر القرآن من استعد في رجب وسق الزرع في شعبان وصل إلى غاية المراد وحصد بإذن الله جل وعلا في رمضان فكان من أهل ليلة القدر وكان من عتقائه من النار ومن المقبولين بإذن رب العالمين ولذا هي بنا نستعد لنستمد هي بنا نأخذ بأيدي بعضنا البعض ونذهب في طريق الله جل وعلا إلى ربنا إني ذاهب إلى ربي سيهدين هي بنا نتعاون على الطاعة وعلى الخير ونجدد العهد مع الله في الاستعداد ببعض من الركعات في صلاة القيام في الليل وفي قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار وفي الاستعداد الروحي والتربية الروحية لاستقبال شهر رمضان إننا في أيام مباركة اللحظة فيها ثمينة وغالية فلا تضيع هذه اللحظات وإننا في لحظات فارقة بمعنى الكلمة ويجب علينا أن نتوقف مع اللحظة الفارقة بعقلية فارقة ونطق كيفية اغتنام هذه اللحظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عان في حديثه وقال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ومن هنا نبدأ فنستعد ونستمد ونأخذ من اليوم للغد ونأخذ من الغد للمستقبل بل نأخذ من ماضينا لحاضرنا ومستقبلنا ونصحح المسار ونقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى نصحح أخطاءنا ومن أخطأ فليستغفر وما دمت تستغفر فإن الله يغفر وما لا يقضى بالفكر يقضى بالذكر فنكثر من الأذكار والأنوار لا سيما في أشهر الأسرار لنلتقي على طريق الواحد الديان القهار الجبار سبحانه وتعالى بإذن الله من السعداء لأن الذين سعدوا هم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في حياتهم وعادوا إلى ربهم وأذنبوا ثم تابوا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هيا بنا نتطهر من كل شيء في أجسادنا من أمراض القلوب ومن هوى النفس ومن تبعية الشيطان هيا بنا نستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم بكل الحب وبكل السعادة الناس يستقبلون رمضان بتخزين الأطعمة والشراب والعصائر وما إلى غير ذلك وهو أمر مشروع لكن الأولى أن يخزنوا الطاعات وأن يجددوا الطاقات في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل إحياء النفس ومراجعة النفس وإحياء القلوب حتى نصل إلى الله جل وعلا بقلب سليم وإن الله تبارك وتعالى يحب الجماعة والخير والبركة في الجموع فإن الله جل وعلا في الصلاة ينظر إلى قلب الإمام فإن رأى فيه خيرا غفر له ولمن خلفه من المأمومين وإن لم يكن نظر في قلب المأمومين فإن وجد في قلب أحدهم خيرا غفر الله له ولمن حوله من المأمومين ومعهم الإمام فهيا بنا نتعاون ويأخذ القوي بيد الضعيف ويأخذ الصالح بيد الطالح ونستغفر الله جل وعلا جميعا وندعو الله جل وعلا أن يبارك لنا في أيامنا المباركة بدعاء حضرة النبي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصلاة والصيام والقيام واجعلنا من أهل ليلة القدر المباركة واجعل مصر بلدا آمنا مطمئن سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم